عندي أخ مسلم يتكلّأ قال يسأل عن نقل الأعضاء موضوع نقل الأعضاء هو موضوع فيه تفصيل طويل هل يجوز للإنسان أن ينقل عضواً منه إلى إنسان حي يجوز للإنسان أن يأخذ عضواً من إنسان ميت لإنسان حي هذه فيه تفاصيل بالاختصار يجوز للإنسان إذا أراد أن يبيع عضواً من أعضائه من غير ضرر على نفسه من غير أن يتضرر على نفسه مثل يدي بيع كله ويعني فحصه الأطباء كذا قاله ما في ضرر عليك وإذا يكون ضرر فالنسبة بسيطة جداً هذا جاء الضابس به أو يتبرع بعضو من الأعضاء أو يبيع عضو من الأعضاء من غير أن يصاب بضرر بحيث هذا الضرر يؤدي إلى موته فهذا لا يجوز لا بهذا التبرع ولا يجوز أن يبيع عضو من الأعضاء بفهوم المخالفة إذا باع أو تبرع بعضو من أعضائه لحي آخر لحي آخر ومن غير ضرر ولا يوجد ضرر ربما ضرر نسبة بسيطة جداً فهذا يجوز لا بأس به هذا موضوع الحي مع الحي أما أخذ أعضاء الميت لا يكون إلا باستشارة أهل الميت أهل الميت إذا رضوا وهذا العضو ضروري أن يأخذه فيجوز أن يأخذوا هذا العضو برضى أهل الميت والله أعلم